ما تحمله الزيارة من دلالات وما تم توقعه من اتفاقيات يصب في خانة واحدة عنوانه المصلحة وفقط أنقر وأبو ظبي في طريق تقارب بعد أن حدث تباعد لعدة سنوات لم يتأثر فيها الجانب الاقتصادي كثيراً لكن سياسياً حدث خلاف واضح خلاف مسبباته عديدة وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم قد يكون لها دور في الوصول إلى هذا المستوى العالي من إعادة ترتيب أولويات البلدين خصوصاً مع تغير استراتيجي في رؤية واشنطن للعالم وما حدث بالمنطقة العربية ومحيطها من تطورات المسار الجديد للعلاقات كما عبرت عنه الدولتان يبدي تجاوزاً وتجاوباً للجانب السياسي ليطغى الجانب الاقتصادي على لقاء أردوغان بمحمد بن زايد حيث جلس على طاولة توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات الطاقة واستثمارات التكنولوجيا والموانئ البحرية وغيرها ودفع الاستثمار إلى حدوده القصوى أكبر المتفائلين لم يكن يضع سيناريو عودة العلاقات بين تركيا والإمارات إلى حالتها قبل القطيعة لكن تصنع المصالح وتغير التوازنات ما لا تصنعه الدبلوماسية والوساطات الدولية فهل هذا المسار الجديد من التقارب ينهي شبح الصراع على قيادة المنطقة؟ اشتركوا في القناة